حقيقة القانون 107 هو قانون كتير متطور حتى نحن كناشطين بالشأن العام وكناشطين مدنيين وحتى كل الهيئات الممثلة للمجتمع نظرة لهذا القانون نظرة تفاؤل يعني لأنه كانت الأساسة لهذا القانون هي نقل صلاحيات كتير واسعة للمجالس المحلية والوحدات الإدارية يعني حقيقة هو حتى تفصيليا نقل صلاحيات أكثر من تسع وزارات أساسية للمجالس المحلية لحتى تكون عم بتديرها بمحلياتها ولكن للأسف اليوم قبل ما أحكي عن ثغرات هذا القانون هي يعني لحنا لما نتحدث أو قمنا بكتير دراسات تتحدث عن الثغرات القانونية أو التفصيلية بالقانون هي موجودة ولكن اليوم المهم كتير نحكي عنه أنه قديش هذا القانون لا يزال بعيد عن التطبيق على أرض الواقع يعني حقيقة إحنا عملنا مثل ما ذكرت انتخابات في 2012 نتيجة الحرب كانت والظروف تأجلت من 2016 إلى 2018 يعني انتخابات تانية بعدين الـ 22 يعني ثلاثة انتخابات صارت ولكن لليوم المجتمع السوري ينظر للبلديات للمجالس المحلية على أنه بعيدة عنه إحنا ما منسمع ما في عنا ولا مرسمعنا أنه في برنامج انتخابي للمجالس المحلية ما في عنا هيك شي هو بصراحة فعلا يعني طبعا القانون أو القانون الانتخابات والحياة العامة يعني ما هو سائد عن الانتخابات أنه المفروض كل مرشح يكون عم يقول للشارع هو شو برنامج انتخابي يعني عمليا هو يجب أن يقول لنا شو مشروعه بالتغيير ليش بده يجي شو بده يغير شو اللي رح يصير ولكن للأسف بسوريا وهذا جزء من الصغرة اللي كنت عم بيحكي عنه هي غياب ثقافة الانتخاب والترشح لسه وقلت الوعي بهذه العملية عند الطرفين عند العضاء المجالس المرشحين وعند الناخب نفسه بتخلي دائما موضوع البرنامج الانتخابي أنه يغيب وبصراحة للصدفي أنا السنة الماضية كنت عم بشتغل مع مرشحة لمجالس الإدارة المحلية وكنا عم نعمل لبرنامج الانتخابي لسيدي كانت عم تترشح للمجالس المحلية وكان نعرف أنه تقريبا هي أول حدا بيعمل البرنامج الانتخابي من فترة كتير طويلة وفعلا أدركنا هي الصغرة أنه اليوم حتى تغيب ثقافة إعداد برنامج الانتخابي لدى هؤلاء الأشخاص اللي بيرشحون الصند فللأسف نحن عنا ضعف شديد بهذه الثقافية ومنتأمل دايما أنه يكون عم يراكم الشارع السوري تجربة بتتعلق أو ثقافة بتعلق بمحاسبة المرشحين على أساس برامجهم الانتخابي حنين الأستاذ عمر حكا عن تساوي دور النساء بهذا الموضوع عنا بسوريا والله هلأ لما كان فعلا عم يحكي بدي أشكره عن نقطة كنت بدي أرجع أذكر أنه لما حكينا عن الثغرات حقيقة من أحد أكبر الثغرات القانون 107 أنه يغفل تماما ذكر أي شيء يتعلق بالنساء يعني نحن بانتخابات 2022 مجالس إدارة المحلية بلغت فقط مشاركة النساء الناجحات 11.5 فقط وهي يعني اليوم بعد خلينا نقول 12 سنة من الحرب والدور الكبير اللي قامت في المرأة السوري كتير كانت نسبي محبطة لنا إليه كناشطة نسوية ولكل الناشطين المدنيين والنسويين يعني اليوم في غياب حقيقة لمشاركة النساء ومع هيك لسا القانون بيغفل مثلا نحن اليوم نطالب أو ندافع أنه يكون عم يتخصص قوتة أو نسبة وجود للنساء ثابتة في المجالس لحتى تدعم وتمكن وصول النساء وهي أحد الثغرات مثلا ما بيدعم القانون مثلا وجودهم ما بيدعم لهم صلاحيات لا يذكر أبدا يغفل تماما الدور لدور النساء وهذا الشيء حقيقة من عاني منه بسوريا حتى إذا بنا نحكي عن مستوى المكاتب التنفيذية يمكن بلغت نسبة نساء الوصول للمكاتب التنفيذية بسوريا كلها خمسة فاصلة هيك رقم يعني فكمان هي كتير نسبة محبطة حقيقة لهيك دائما متأمل يكون في تطوير بمواد القانون بحيث يكون في مناصرة وحفظ لكوتا خاصة بالنساء ضمن المجالس دور المجتمع المدني من أول ما حكينا نحن عم نحكي عن دور المجتمع المدني والثغرة الأساسية يلي موجودة بهذا الموضوع بقانون الإدارة المحلية هو غياب الوعي وغياب الثقافة لدى المجتمع بشكل أساسي وهو الأساس اللي لازم يكون عنده وعي تجاه هذا الموضوع فدور المجتمع المدني بموضوع المحليات وبشكل خاص الشباب وين دور الشباب بهذا الموضوع إلو نوجود أصلا بصياغة القوانين بتطبيق القوانين موجودين أصلا بموضوع المجالس المحلية للأسف كمان أنا ما عندنا يمكن إحصائية دقيقة بالحديث عن دور الشباب لم أطلع وأظن أنه ما في جهة اليوم أنتجت نسبي لتواجد الشباب بالمجالس المحلي المنتخبي ولكن بقدر أقول أنا بالملاحظة بإطلاعي على السياق السوري أنه هي فعلا نسبي ضعيفي في جهات كتير اشتغلت على تدريب الشباب لحتى يكونوا شريكين يكونوا مبادرين للترشع حتى للمجالس الإدارة المحلية ولكن برجع أقول لسه في مسافي كتير كبيرة قبل ما يصير هذا الشيء واقع وحقيقة بس اليوم المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية والممسل للمجتمع والنقابات بشكل أساسي إلى دور كتير عميق أن تكون عم توضح للناس أنه هاي المجالس فعلا تمتلك صلاحيات حقيقية ولازم نحن نكون عم نمارسة وهي بتعمل هاي حلقة الربط بين المجالس وبين الناس حتى تعطي الناس هاي الثقافي ولو تعطي للمجالس خليني نقول توعي بصلاحياتها نمارسوا هذه الصلاحيات